بعد أربع سنوات من اتباع الحكومة الصينية منهجاً صارماً للحد من تفشي وباء كورونا بدأت بكين تنفتح أكثر فأكثر على الخفض التدريجي لقيود الوباء وآخر ما أعلنت عنه السلطات تمكين أصحاب الإصابات الخفيفة من الخضوع لتدابير عزل في المنسل وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين ستقوم السلطات أيضاً بالحد من نطاق اختبارات الحمض النووية وخفض وطيرة الفحوص هذه خطوات مهمة والواقع هو أن السياسة الحالية أصبحت صعبة للغاية بالنظر إلى مدى انتشار كورونا في البلاد قيود أرهقت الصينيين لسنوات وأجبرت الآلاف منهم على الخروج في احتجاجات مناهضة لسياسة صفر كوفيد التي تتبعها السلطات ولكن سرعان متسعت وطيرة الاحتجاجات لتشمل المطالبة بمزيد من الحريات بل وهدفت بعضها بتنحي الرئيس تشي جينج بينج عن الحكم وعلى الصعيد الآخر أظهرت بيانات نشرتها الحكومة الصينية التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة صفر كوفيد إذ تراجعت الواردات والصادرات في نوفمبر إلى مستويات لم تسجل منذ مطلع 2020 وهو عامل ثاني سهم في إجبار السلطات المتمسكة بسياسة صفر كوفيد على تقليص دائرة تطبيقها للإجراءات الصارمة لتنحصر في المناطق المصنفة كبؤر للوباء يعد هذا التغيير في السياسة الصينية خطوة كبيرة نحو الأمام بشكل سيسهم في تخصيص الموارد لمعالجة الذين يعانون أعراضا حادة ومصابين بأمراض أخرى ومن جهة أخرى هذه خطوة جيدة لإعادة فتح الأسواق بالكامل وبحسب القواعد الجديدة ستقتصر الفحوص الجماعية الإلزامية على مناطق عالية المخاطر ومدارس ولن يطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة ولن يطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول سبأ أسبوع تيريتي عربي